اهلا بحضراتكم مشاهدين اكرام اولى حلقات عام 2021 برنامجكم الاسبوعي برنامج اوراق اقتصادية كل عام وحضراتكم بخير وتمنى هذا العام باذن الله زوال غمة وباء وجائحة كورونا زي ما احنا متعودين من السنة اللي فاتت لها اول اول مبارح ان كان برنامجنا بيكون في تقديم بعض عنوين الاخبار بنتعرف عليها ثم تفاصيل هذه الاخبار ثم دائما بنفتح ملف الحلقة الجديدة عنوين الاخبار معانا اه اليوم بتبدأ بالخبر التالي وهو بيتعلق بالطاقة والبترول فالخبر يقول البترول تعلن عن بداية العام الجديد مع بداية العام الجديد بداية توقيع التفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن النفط بالتثمارات تصل الى مليار دولار طبعا هذا الامر اللغة تفاصيل اه كثيرة سنتعرف عليها الخبر الثاني معنا بيتعلق بالمالية والخبر يقول انطلاق المشروع القومي لما يكنت ورقمنت الاجراءات الضربية الموحدة في اول يناير الجاري اما ملف حلقة اليوم نفتح ملف استغلال التكنولوجيات الرقمية في تعظيم صادرات الصناعات الكيموية نبدأ مع الخبر الاول ونبدأ من القاهرة والتي اعلن وزير البترول طارق الملة توقيع تسع اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق شرق وغرب المتوسط والمياه الاقليمية في البحر الاحمر وبتصل القيمة الاجمالية لهذه الاستثمارات والاتفاقيات التسعة مع ست شركات عالمية تقريبا الى مليار دولار وبتستهدف حفر 17 بئر استكشافي جديد في مناطق الامتياز وقعت بالفعل للاتفاقيات مع شركات اكسون موبيل وشيفرون وبيبي بريطانية وتتال فرنسية وشيل العالمية والبقية تأتي مصر ارض الكنوز ومصر الواعدة الصاعدة قادمة بكل تأكيد بتقع في منتصف وملتقى ارض الطاقة وارض المخزون في البترول والمعادن والكثير والكثير يكتشف تباعا والشاهد الذي افتتح هذه المنظومة التي ستتكامل فيما بعد ان شاء الله كان حقل ظهر والغاز وتحول مصر المركز للطاقة ننتقل الخبر الثاني وهو ضمن التطورات 2021 والاستراتيجيات المسبقة مع الاصلاحات اللي كانت موضوعها بيتعلق بوزارة المالية واللي اكد دكتور محمد معيه وزير المالية انطلاق المشروع القومي بالفعل لما يكانت ورخمنت الاجراءات الضربية الموحدة لمصلحة الضرائب المصرية في الاول من يناير 2021 وزير المالية اوضح ان تحديث المنظومة الضربية وما يكانتها بيهدف الى تحصيل حق الدولة على النحو الذي يؤدي الى تعظيم الاراضات العامة وبيسهم في سد العجز الموازنة وخفض حجم الدين وبيوفر اعتمادات مالية لازمة لزيادة اوجه الانفاق على التنمية البشرية كل هذه الامور في الحقيقة بدأت توضع في اطر ونظم ونطق محددة واستراتيجيات محددة كانت فيما قبل تسير وفق مستحدثات ومستجدات الواقع الذي يدور حولها اما الان فاصبحت الخطوة التي تتخذها مصر ما بعد اتخاذ قرارات الاصلاحات التي تمت في 2016 كانت اصبحت خطوات تأخذ وهي مدروسة وذات ابعاد واهداف استراتيجية محددة في توقيطات زمنية ايضا محددة وبنتابع مشروع تلو الاخر على ارض الواقع التنفيذ ثم نتعرف على المشروع ننتقل الى موضوع اخر وهذا الموضوع بيتعلق بالعملية بوزارة التجارة والصناعة والتصدير واعتماداته فاعلنت دكتور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة سدد 20 مليار جنيه اجمالي المساندة التصديرية المقدمة للشركات المصدرة وكشف الجامع انه تم الانتهاء بالفعل من ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات اللي شملت سداد 30% من حجم المتأخرات مع صرف مستحقات الشركات التي تصل قيمة مستحقاتها الى 20 مليار وبيبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال العام الى حوالي 6.7 مليار جنيه استفدت منها 1863 شركة في السابق كانت مشكلة ضعف احجام التصدير بصرف النظر عن عملية الاستراض اللي كانت بتغلب عملية التصدير والاختلال العظيم في الميزان التجاري وعدم وجود اتمانات وعدم وجود تصنيع ينافس الاسواق الخارجية وايضا عدم وجود حصص في الاسواق الخارجية للسوق المصرية كل هذه كانت معوقات تم حلها على مدار الست سنوات الماضية واصبحت المستحقات بتسدد وبتسترد بل وهناك مبادرات دعم وتمويل وفتح اتمانات لتشجيع العمليات التصديرية خلينا ننتقل الى خبر عالمي اخر وهو بيتعلق بالطاقة ومعدلات انتاج الغاز والطاقة في روسيا تحديدا اعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة جاز بروم ان صدرات الغاز الروسية عبر انابيب نقل الغاز في منطقة الكومنويلز الروسي تتراجع في عام 2020 عن مستواها من 2019 لتصل الى 179.13 مليار متر مكعب كانت في عام 2020 هيا بيأتي هذا التراجع مع انخفاض حجم انتاج الغاز الطبيعي الروسي في 2020 عن مستواه 2019 يصل الى 452.7 مليار متر مكعب من الغاز و 513.8 متر مكعب كان في عام 2019 اللي كانت تسجلت كاعلى معدل منذ 2012 و 12 وده الحقيقة نوع من التفسير للتزبزب والاحداث اللي بتطرق على قطاع الطاقة بشكل عام سواء كان النفط او سواء كان الغاز والمتغيرات المتلاحقة عالميا على اسعار الطاقة العالمية مع طبعا بداية التوجه العالمي الى الطاقات اخرى الطاقات بديلة عن الطاقات الحفورية والطاقات الاحتراقية مشاهدين الكرام بعد استعراض الاخبار فاصل قصير ثم نفتح ملف الحلقة ابقوا معنا رجانا لحضراتكو ملف حلقة اليوم بيتعلق باعلان المجلس التصديري للصناعات الكيموية على ان هو عزم بالفعل على الاعتماد وبداية التوجه لتوظيف التكنولوجيا الرقمية بيشهد العالم حالة من او مرحلة تعتبر هي لا نستطيع ان نقول البداية فالبداية كانت من فترة طويلة ولكن نستطيع ربما ان نقول انها مرحلة الوسطية لانتقال الثورة الصناعية الرابعة وبيان معالم الثورة الصناعية الرابعة وفروض هذه الثورة الصناعية والتحول الرقمي والتكنولوجي ونظم الربط وما الى ذلك الزكاء الاصطناعي وخلافه من ثم اصبحت الدول ليست مخيرة في تطبيق النظم التكنولوجية في التعامل مع محيطها او التعامل حتى داخلها تكنولوجيا الرقمانة والتحول الرقمي بدأ اتجاه الهيئات التصديرية وتحديدا المجلس التصديري للصناعات الكيموية يعمل على محاولة تطبيقه الكل يعلم ما هي المراحل المتعددة التي تمر بها عمليات التصدير اذا السؤال كيف سيتم تطبيق الرقمانة في هذه المراحل وما هو المستهدف من تطبيق الرقمانة وما هي التحديات التي تواجه القطاع التحديدا قطاع الكيمويات في إنجاح عمليات التصدير وتحقيق اهدافه من خلال تطبيق تكنولوجيا الرقمانة كل هذه التساؤلات سنجيب عليها في ملف حلقة اليوم لكن قبل ان نفتح الحوار حول هذا الملف دعونا نتابع التقرير التالي ثم نبدأ في النقاش في إطار توجه الدولة لخلق فرص تصديرية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية بصفة عامة والأسواق الإفريقية على وجه الحصوص لتنشيط ودعم التجارة البينية مع تلك الأسواق الواعدة تقوم المجالس التصديرية المختلفة بجهود حثيثة في هذا الصدد من خلال توفير منصات تجارية لعرض السلع المصرية من جميع القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وفي ظل انتشار جائحة كورونا توقفت معظم الفاعليات والمعارض سواء الداخلية أو الخارجية مما أدى إلى تنفيذ عدد من المعارض والبعثات التجارية الافتراضية لأهمية استخدامها كآداء أساسية للتسويق في ظل التحديات التي يواجهها مجتمع المصدرين وتمثل المنصات الإلكترونية فرصة فريدة للتجارة والاستثمار على مستوى السوق الإفريقي المتكامل الذي يضم أكثر من 1.2 مليار نسمة حيث يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.5 تريليون دولار تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القرية الإفريقية الإمكانيات التي تتيحها تكنولوجيات التحول الرقمي بين التسويق وحركة الأموال وضمان المستندات تجعل الأسواق الإلكترونية الأكثر جاذبية للعمل التصديري شاهدنا الكرام بعد أن تبعنا التقرير لفتح هذا الملف والتعرف على الكثير من التسويلات حول هذا الموضوع يسهدني أن يكون معي في حلقة اليوم دكتور طارق زالول أمين صندوق المجلس التصديري للكيمويات والأسميدة أهلا بحديثك دكتور بداية أعرف من حضرتك يعني كيف يحدث توائم ما بين عملية تصدير الكيمويات وتكنولوجيا الرقمنة وكيف تقدم تكنولوجيا الرقمنة هذا القطاع تعديدا أولا طبعا نحب نوضح أن إجابات التجربة الكوفيد هي دفعة قطاع للأمام أولا إحنا مصر في السباق التطور وتحديد البنية التحتية الآن طبعا إحنا كمجلس تصديري بنبص على كذا عامل أولا إحنا بنبص على تقريب مسافات بيننا وبين العالم الخارجي وتعريف وتسويق المنتجات طبعا أنا هنبدأ بأول جزء هو التسويق المنتجات في شركات عالمية لمنبص بره زي شركة أديدس في 2015 منعت منعت كاملة للجميع أنواع التسويق إلا عبر الإنترنت يعني ولا مجلات ولا تلفزيون ولا جرائد فالتسويق أريدي اتجاه التسويق هو إلى البلاتفورمز أو الإنترنت فالتسويق دلوقتي في الوقت اللي إحنا فيه بتخلي المورد أو المصنع يعلن منتجاته على قطاع الإنترنت وبيخلي الزباين في الدول الخارجي يتفرج ويختار يفهم المنتج أو يفهم تفاصيل المنتجات ده أول خطوة بنسبة لنا اللي هو التسويق والتعريف المنتج طبعاً بنسبة لنا ده يخفف طبعاً التكلفة بنسبة لنا تكلفة أن نعمل مؤتمرات ونعمل بعثات في الوقت الحالي وده الاتجاه العالمي اللي ماشين بيه فيها كذا خطوة أول خطوة هو زي ما قلنا التسويق والتعريف ثم بعد كده بيحصل مراسلة لبعض الأوراق لهذه المنتج وبعددتها اعتماد مالية للشركة فلازم يكون فيها علاقة بين البنوك وبين التكنولوجي وثم بنخش في حتة الأوراق الجمركية والتصدير والأمر الإجرائية وجزئة النقل والنقل بحري أو جوي وجزء النقل حتى ما نوصل المنتج إلى البلد التي تستهدفها طبعاً دكتور ده أنا كنت أتكلم فيه بالتفصيل عشان نتكلم على أي سلعة بشكل عام بصرف النظر عنه هنتكلم تحديداً عن التصديرات الكيموية بتمر بعدة مراحل بتمر بعملية الترويج وده ممكن إلكترونيين أو أصبحنا قادرين نشوفوا إذا كرناها بسلعة أخرى ثم بعد عمليات الترويج وعمليات التسويق بتبدأ العقود والاتفاقيات ثم بتبدأ بعد ذلك عمليات المالية والعمليات التشريعية والقانونية والإجراءات ثم بعد ذلك عملية التسليم آه نقدر ننفذ الكلام ده على ألم زي ده إذا نقلتوا لقطاعك الكيمويات والتصديرات الكيموية كيف ينطبق هذا تفصيلاً وتحديداً كل هذه الإجراءات كيف تختزل يعني أولاً بنبدأ من جوة الشركة نفسية الشركة نفسية بتحتاج وديت من الحاجات اللي احنا بندعم الشركات الصغيرة والتوسطة حالياً إن يعمل برامج لتخطيط موارد المؤسسات الـ ERP إن يبدأ إزاي أولاً يبدأ بمحاسب التكاليف الإنتاج وأداء الإنتاج ثم ياخد النظام الـ ERP ذات يحط المنتجات اللي عنده للزبان أو الموردين يعرض يعني يعرض تتعرض لهذه المنتجات بعد كده بيجي الجزء إن أنت حضرتك بتفتح الاعتماد البنكية لازم يبقى فيه ربط بين حضرتك وبين البنك إن تفتح الاعتماد وهي دي حضرتك المرحلة إحنا فيه النهاردة فيه تعاقدات مع البنك حالياً عشان تساعد وتساهم في هذه المرحلة جزء بعد كده بيبقى فيه جزء اللي هي النقل داخل البلاد ثم إلى المواني للتصدير لازم نفرق في الجزء دي فيه الوجهة الأمامية اللي إحنا كشركات خاصة أو قطاعات وفيه الوجهة الخلفية اللي هي وجهة الدولة فيه برضو جزء على مسؤولية الدولة بنسبة المواني والإفراج الجمرقي ووراك الجمركية ومطالب الجمركية كده هم نتكلم في الداخل في الداخل الجزء متعلق بينا كمصدر كمصدر بتقسم جزءتي لما عندك الوجهة الأمامية اللي حضرتك المسؤولية وبرضو فيه جزء الوجهة الخلفية اللي هي بتحتاجها برضو لتصدير أي منتج اللي هي الجزء اللي فيها المواني والمنافس للتصدير ففيه روجستيات طيب إذا جينا نتكلم على القطاعات عشان تكتمل هذه المنظومة واضح من كلام حضرتك أنه عدة قطاعات هتشترك في تحقيق هذه المنظومة حضرتك ضمنيا عرضت أنها هتكون البنوك إيه القطاعات الأخرى أيضا اللي هتكون في حاجة إلى اكتمال هذه المنظومة أو المشاركة بفاعلية في هذه المنظومة ولا التحديات تكون صعبة بس حضرتك طبعا غير البنوك حضرتك بتحتاج الشركات التأمين كلها أن كل بضعها دي بتحتاج أنواع التأمين طبعا شركات النقل واللوجستيات لازم يكون موجودين معاك من خلال وزارة النقل لأن انت حضرتك لازم يحصل متابعة للمنتج من وقت ما يخرج برا المصنع أو الشركة لحد ما يوصل للمنفذ التصدير تمام فحضرتك فيه في كل جزء من أجزاء دي من أول البنوك لأول التأمين لأول شركات النقل واللوجستيات للمراكب لغاية ما يوصل للمستهلك الجهة المستهلك فيها لازم كل الأجزاء دي بتتابع جزء جزء وحضرتك دلوقتي نهضر من بصع التكنولوجي بقى تقريبا كل الأجزاء دي موجودة بقى سهلة الجزء هي الألاقة بين الوجهة الأمامية والوجهة الخلفية اللي هي الربطة ما بين الدولة والشركات هاي دي الحتة اللي بيبقى فيها لسه ده هنا داخليا ده دكتور يعتبر وداخليا الدولة يبقى بكلم مصر مثلا والشركات المستهدفة بالضبط الدولة مصر انت عشان تصدر احنا نكلم دلوقتي في ملف التصدير فجزء ملف التصدير انت بتحتاج منافس حدودية للتصدير فجزء منها دي حضرتك الجمارك أو وزارة المالية هي مسؤولة عن الجهة ديته وبالفعل حاليا الدولة وردي اذا ما حديك شايفه زالة المالية اعلنوا ان من السنة دي هيبقى فواتير فواتير الالكترونية وماشيين في اتجاه ان خلاص كل حاجة بقت اونلاين بتتناسك مع بعضها والدرائب وكل حاجة تمام دكتور يعني حقا ردت في كلامك برضو ان احدى شركات الرياضية هي اقرت بالفعل اللي مش يتم عملية اي تعاول لتصديراتها لصديراتها الا عن طريق الرقمنة طيب هل هناك تجارب متعددة في اكتر من دولة تختلف عن بعضها البعض وبينها افضلية في عملية تطبيق تكنولوجيا الرقمنة في قطاع تصدير كيمويات ام ان هناك تجربة واحدة او ثوابت واحدة بيأخذ بيها او بتتبع يعني طبعا لما نبص على زي امريكا او الاتحاد الاوروبي طبعا هم وصلوا تقدم كبير جدا 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 في هذه الجزء يا حضراتك لما بيجي صدرك كيمويات او اسميدا او بترك كيمويات من هذه الشركات كل العلاقة بقت علاقة من خلال التكنولوجي وما فيش مقابلات يعني حضرتك ما فيش مكالمات بين شخص على تليفون بقت تخش على مثلا الويب سايت او صفحة الشركة وبتحط الطلب اللي انت عاوزه ويبعت لك الاسعار بتطلب الاسعار بتدفع من خلال البنك بتاعك على الشركة بتاعتهم والبضع بتيجي لقيت عند حضرتك بيبعتوا لك ايميلات بالمنتج رحف من فين لفين وصل لفين دخل الميناء وركب الطيارة او ركب المركب او تلعى المركب ووصلت لمن عندك لقيت ما يوصل لك الوصول اللي لقيت عندك في دولتك فخلاص امريكا واوروبا بالذات الاتحاد الاوروبي هم متقدمين جدا 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 بينهم وبين بعض ولكن لسه لسه احنا دلوقتي احنا كمصر احنا متقدمين عن الدول افريقية كلها وعن الشرق الاوسط في هذه المجال ولكن لسه فيه تطور لازم يحصل في الدول المحيطة لنا عشان يبقى العلاقة وين وين زي ما بيقولون ما يكسب للدولة تينا تمام التطور ده يا دكتور بيتعلق بالبناء التحتية لهذه الدول التكنولوجية ام بيتعلق بتحديات اخرى هنبدأ نتكلم عنها لسه التشريعات والقوانين وديمجرافيات البلاد وجغرافيتها بشكل عام صحيح يا فندم هو زي ما قلنا لحضرتك فيه جوز بنية التحتية وحضرتك ادراسة القواعد والتشريعات والاجراءات القونية ده جوز في زي ما قلنا لحضرتك ده جوز في الجبهة او الوجهة الخلفية المسؤول عنها الدولة وفيها قوانين تمام فده اللي يفرق بين الوجهة الخلفية والألمية الخلفية اللي هي جوز بتاعت الدولة دي لحظيك زي ما حذيك هنتكلم فيها هيقل فيها القواعد والتشريعات والقوانين والإدارات بلس هتكلم فيها تمام طيب خلينا عشان نبدأ بقى نتكلم فيها بداية طبعا بيبقى فيه استراتيجيات موضوعة هل تم وضع هذه الاستراتيجيات بالفعل ومن خلال هذه الاستراتيجيات اتضحت المتطلبات لهذه المنظومة الجديدة بس طبعا زي ما حدك قلت احنا طبعا لازم يحصل في الاول تحديد لاهداف استراتيجية وبعدين دراسة الوضع القائب الحالي وبعد كده حدك نبص على تحديد العناصر اللي فيها خلل يعني برضو في نظام دايما في اي نظام بتلاقي في حتة كده مش مظبوطة مش مفهومة مش مكتملة مش موجودة فهدي اللقص فيها وبعدين بتبص على تحديد الاحتاجات اللي احنا محتاجينها وبالاخر واهم حاجة هي دراسة كفاءة البشرية عشان كل الاجزاء دي محتاجة برضو كفاءة البشرية عنصر بشر القائب احنا لما بصينا احنا كمجلس تصديري اللي كمهاتو الاسم ده احنا تعرفنا على 18 دولة في افريكا هيحصل فيها تركيز فيها في خلال السنتين القادمين والثلاث او اربع دول في امريكا اللاتينية وروسيا كمان هذه الدولة احنا مركزين فيها مستهدفة مستهدفة الحالية طبعا عندك الهدف القصير المدة وطويل المدة هو القصير المدة اللي هو الحالية دلوقتي هو الدول دي اللي احنا مستهدفينها من خلال اجتماعات وزيارات ودراسة دورات العمل هناك وبرضو دراسة القواعد والاجراءات والتشريعات اللي في هذه الدول تمام عشان تواجه التحدثات كلها هنا دكتور فيه سؤال هل بيشترط ان تكون البنى التحتية في هذه الدول متوافقة متنسقة متطابقة ولا يمكن التعامل بين اي دولة والاخرى حتى ولو كانت هناك اختلافات في حجم وقدرات البنى التحتية لهذه الدول طبعا هم عمر ما نلاقي دولتين زي بعض البنى التحتية متأكيد متماثل بعض طبعا هيا حضرك عن باك التكنولوجيات جاية من اوروبا وتكنولوجيات جاية من امريكا وتكنولوجيات جاية من اسيا ومن الصين فحتى البرامج والبروتوكولات اللي بيستعملوها مختلفة تماما في الاخر احنا منبص على انت حضرك عاوز تعمل يبقى فيه تبادل تجاري اهم حاجة توصل لإيه للسرعة التبادل التجاري وتعريف المنتجات والسرعة التعقدات لهذه المنتجات هيدا المهمة او من الاخر البنية التحتية دلوقتي برضو لازم نقول برضو ان تتختلت يعني حضرك الاجهزة والكمبيوترات اللي حضرك تحتاجها دلوقتي نهاردة بأن فيه حل سحابي دلوقتي بقت كل حاجة في السحاب فما بقتش محتاج زي زمان 90% من الكمبيوترات والاجهزة او البنية التحتية بقتش موجودة كالكترونيات طبعا محتاج السرعة هائلة بنسبة للشبكات للتصلاة بالنسبة للانترنت وربط وشبكات ربط بجودة عالية للحاجات ديت صحيح جير كده حضرتك البنية التحتية اهم في زي ما قلنا الجهة الخلفية او الدولة ان يربط بين الحكومات يعني زي ما حضرتك مثلا حضرتك دلوقتي رايح تفتح ساب بنك عشان تبيع منتج ليه تاخد محضرك شورة البطاقة الشخصية موجود الربط السيستم بين البنوك وبين الاحوال المدنية معروف مش محتاج تاخد محصول بطاقة لما فكرت على مثل بسيط زي ده لما توسحها ويبقى كل حاجة دي البنية التحتية المهمة بنسبة للدول ان يحصل ودي اكتر بتبقى البنية التحتية الخلفية اللي هنستفاد منها التصدير بس دي بنية الدولة طيب هنا هنتكلم عن الاستراتيجيات اثناء ما هي بتوضع حضرتك بتوضح بتقول فيها من حط المستهدفات طيب التحديات اللي وجدت قطاع التصدير الكيميائيات في مصر على وجه التحديد من صعوبات او معوقات قد تحول بدون يعني تحقيق اعلى نسب مستهدفة في هذه الاستراتيجيات في هذا النمط تحديدا احنا طبعا الفاتر اللي جاية بمركزين جدا جدا في بلاد الدول الافريقية المشكلة اللي عندنا او اللي بوجهنا هي النقل لهذه الدول ان حالين المنتجات مش بكميات هائلة احنا نزل بدأ الاسواق ديت فالفكرة ان انت فيه فرق كبير جدا لما تبعت مركب لهذه الدول عليها كونتينر واحد او ربع مركب مليانة غير مركب مليانة بالكامل بضايع بتخفض بتعمل انخفاض للسعر التكلفة النقل فحالين السعر النقل عندنا عالي عشان مكلف عشان الكميات التصدير لهذه الدول مش كبيرة دان المر واحد نمر اتنين لكن نعم فانا دخل ماشي المخاطعة الكميات مش كافية لكن الطريق موجود الطريق موجود بس لسه الترويج وتسويق هذه المنتجات مش بالكميات الهائلة اللي تخليك يبع عندك مكاسب بالنسبة لانخفاض السعر النقل جزء التاني حضرتك ان الدول الافريقية فيها برضو مشكلة بالنسبة للأوراق البنكية والتحويلات ما زال لسه فيه برضو عدم الثقة في بعض الدول الافريقية بالنسبة للتحويلات فده برضو حضرتك جزء مهم اللي احنا نكلم عليها اللي هي التكنولوجي الديجيطاليزيشن ان حضرتك بتخش على الانترنت وبالبنوك الدولية هي اللي بتدعم هذه التحويلات المالية فده جزء مهم وبتدى يحصل بالفعل دلوقتي وبنوك عالمية بتدد تدخل في هذه الجزء الجزء الاخراني برضو ان انت لازم الثقافة الافريقية لازم يحصل وعي لهم ولازم تغير تفكير الشراء بنسبة لهم يعني الشراء بنسبة لفارقة بيحبوا يشوفوا المنتج قدامه ويحس بيها بيده اما يشتري هي الحكاية دي فيها نوع من التحايل او النقص في المعايير او اختلاف في مقاياس دولية طب انا هل يعني ما ده خلينا حط برضو سؤال مهم جدا هل ما اسألت اثناء العرض والتسويق والترويج والكلام ده كله مش فيه وصائق ملزمة في عقود ملزمة واشتراطات ام ان الامر قد يختلف او يمكن يتلعب فيها وطبعا هو فيه معايير دولية يعني حضرك لو بتيجي تصدر لأي دولة اورقية فيه معايير موجودة زي الريتش ما ينفعش تصدر من غيرها والامريكا نفس الكلام وحاسده في المنتج لكل الدول فيه معايير موجودة ودولية ولازم تمشي بيها عش تفت بيها في الدول الخارجية ولكن بنسبة للدول الافريقية هو مش نوع التلعب كمنتج هو عنده عدم الثقة او ثقافة مثلا كثقافة هو لازم يشوف المنتج يكون قدامه يشتريها ما ينفعش يشتري حاجة مش شايفة بايده وده برضو خلينا برضو نبص على بعض الدول لتخزين نعمل مخازن تخزينية في بعض الدول الافريقية هتنفع لمصر للترويج والتسويق ويكون حاجة اسمها لوجيستيك هاب يكون نتواجد في بعض الدول بمنتجات مصرية ينفع 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 البيع من خلال ان يبقى فيه تواجد على الارض الواقع عملي هو وقتنا انتهى دكتور طارق لكن الحقيقة الموضوع ده شايف جدا وفخر المصر انها بتتخذ خطوات سريعة ومفاجئة بتحطنا في مصاف الدول اللي عالم ربما زي ما حداك اوضحتها في معرض حديثة كاني الامر يحتاج الى فترة زمنية معينة للتغلب على كل هذه المعاوقات واكيد لنا فتح تاني لهذا الملف دكتور طارق زغلول الامين صندوق المجلس التصديري الكيمويات والاسمدة شرفتنا يا فندم كل سنة وحداك طيب وان شاء الله لنا اكتر من لقاء في هذا المجال ان شاء الله تنم شكرا شكرا لكم شاهدين اكرام وصلنا الى نهاية حلقة هذا الاسبوع من برنامجكم اوراق صادية الى اللقاء الاسبوع القادم اخبار جديدة وملف جديد دمتم في عمل الله